هذا وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله من خلال تغريدة له في تويتر عبر حسابه الخاصة أن فرق دبي تواصل الليلة بالنهار لتضمن تفوق الإمارة عالميا وقال سموه تفقدت اليوم المركز الهندسي لطيران الإمارات 5500 مهندس وفني يضمهم المركز 60% منهم مواطنون ويعد من أكبر المراكز الهندسية لصيانة الطائرات المدنية في العالم ويشرفون اليوم أيضا على تطوير مقصورات طيران الإمارات وترقيتها لتكون الأحدث عالميا بتكلفة تتجاوز 7 مليار درهم هذا فريق واحد فقط من فرق دبي التي تواصل الليلة بالنهار لتضمن تفوق الإمارة عالميا وتحافظ على جودة الخدمات التي نقدمها في أكبر مطار دولي في العالم تحية لهم وشكرا لجميع فرق عملنا المتفانية